تفسير حكاية أنه سيضع ناصرية المسيح سيضع ناصرية هذه تقلت فين ما نلاقيش جزء مثلا أنه بيت لحم تقلت في ميخة ميخة 5 أنه أنت يا بيت لحم فراطة التي الصغر بين رؤساء يوز لأن منك يضع مدبر يرعى شعب إسرائيل وما خارجه منذ الخديم منذ أيام الأزل فنبوه واضحة صريحة لكن ناصرية دي فين ما تلاقيش نص بيقول دي لكن هي حكاية الغصن والغصن نتصار بالعبري نتصار كلمة نتصار يعني غصن وفي نفس الوقت هي كلمة البلد اللي اسمها لنصرة نتصار هنكمل بنعمة ربنا الرحلة بتاعتنا في أصفار العهد القديم نظرة التاريخية على العهد القديم النهاردة آخر واحدة نهاية المرة الثالثة من الوقت من النظرة التاريخية على العهد القديم هنبتدي بمراجعة كده بسرعة كالعادة تفقنا أنه لما نبص على التاريخ آدم الشيث الشيث اللي هو الناس المقدس اللي جيه بدل قيين اللي مات بدل أسف هبيل بدل هبيل وبعدين نوح إبراهيم إسحاء يعقوب لأصباط وبعدين يروحوا مصر موسى يخرجهم من أرض مصر وبعدين ييجي يشوع هو اللي يقود مسيرة دخول الشعب لأرض كنعان وبعدين يبتدي بعد يشوع ييجي عصر القضاء نمن هنا أسألكم بقى عصر القضاء بعد عصر القضاء يخلص زي عصر القضاء يخلص بسامويل آخر القضاء وهو اللي حيكون حلقة الوصل ما بين عصر القضاء وعصر الملوك عصر الملوك الملوك المملكة المتحدة يعني المملكة المملكة الوحدة اللي هي اللي كان يقومها تلت ملوك اللي هم مين اللي هم شاول وداود وإيه وسليمان يحصل إيه بعد كده يحصل انقسام في عهد مين رحب عام ماذا كده رحب عام ويبقى في وقت رحب عام ابن سليمان تنشأ المملكة لأنه ما سمعش للنصيحة بتاعت الناس الكبار ما رضاش يخفف الشغل وتقل الشغل على الناس فرفضوا انهم انهم ينصعوا له او يخضعوا لي وراحوا نضموا المين يارب عام يبقى عندنا رحب عام ويارب عام وبقى في مملكتين من اليوم ده مش كده بقى في عندنا مملكتين اول مملكة مملكة هناخد يا هو عايزين نبتدي بالشمال مملكة الشمال مملكة الشمال هي ايه اسرائيل مملكة الشمال اسرائيل كام سبت عشر مملكة الشمال مملكة اسرائيل عشر اصباط ماشي العاصمة بتاعتها السامرة عاصمتها السامرة تنتهي ازاي تنتهي بسبب من اشور تنتهي بسبب اشور سنة سبعمائة اثنين وعشرين او سبعمائة واحد وعشرين قبل ايه الميلاد ماشي المملكة التانية بلاش بلاش مملكة الايه اكيد جنوب مش كده كام سبت اتنين عشرة او اتنين اتناشر العاصمة بتاعتها ارشاليم اللي فيها العبادة مش كده يحصل لها سبي برضو امتى على دين بابل سنة طيب نحفظ تاريخين دول سبعمائة اثنين وعشرين وخمسمائة ستة وتمانين ماشي صعبة خمسمائة ستة وتمانين صعبة سبعمائة اثنين وعشرين سهلة طيب خلاص يبقى تخلي خد انت سبعمائة اثنين وعشرين ونخلي حد تاني حنان تاخد سبعمائة خمسمائة ستة وتمانين فيبقى المملكة يحصل لايه يحلص الانقسام النهاردة حنتكلم عن سبي مملكة يهوزة دي بالذات لانه تم على اكثر مرحلة انتفقنا انه مملكة اسرائيل مملكة اسرائيل المملكة الشمالية دي خلصت طبعا في ناس منها رجعوا منضموا اليهوزة لان احنا اتفقنا انه مملكة اسرائيل لما حصل الانقسام الملك الشرير يا ربعان بتاعها عمل ايه قال فكر فكرة يعني شريرة انه اذا انا ما ضمنتش ما امنتش ان الشعب يفضل في حضني بالذات في مسألة العبادة الهيكل فين طبع مين مملكة يهوزة فبدل ما الناس يروحوا كل شوية حجوا يحنوا لا انا اقول لهم ايه انا حاجب لكم ايه هعمل لكم عبادة هنا في الشمال وفي الجنوب في شمال وجنوب المملكة بتاعت عمل لهم ايه جاب لهم عجلين وقال لهم دي الاليها اللي خرجتكم من ارض مصر وده نفس القسم بتاعت ايه ايه ايام ما عبدوا لايه العجل وقال لهم ما تروحوش ولا تيه ناس قبلت وطبعا ده كان بقى العبادة الرسمية للمملكة الشمالية بقت عبادة يهوزة سنية عشان كده ربنا طبعا غضب عن المملكة وانتهت بانها تثبت والاشهورين زي ما قلتلكم كانهم يعني متوحشين جدا وكانوا من اسياستهم انهم ياخدوا الناس من اماكنهم ونطوروهم في بقية المملكة او الامبراطورية لانه القوى العظمى كانت تحارب وتاخد العالم تملك العالم القديم كله فينطوروا الناس ويجيبوا ناس من ايه من الاماكن التانية اللي هم متحكمين فيها ويحطوهم في ايه في الاماكن اللي خدوها فبقى جابوا ناس من من اماكن متفرقة وحطوهم فين في مملكة اسرائيل وانتهت المملكة على كده لكن مملكة يهوزة كان لازم تفضل ليه لاني عشان يجي منها المسيح عشان يجي منها لايه المسيح فيحصل السبي وبعدين يحصل العودة على تلت مراحل عشان كده النهاردة هنرنكز كلامنا على ازاي السبي حصل وازاي العودة حصلت ومين الانبية اللي كانوا بيتكلموا في الوقت ده وبالتالي الاصفار عشان كده لما نقرأ الاصفار احنا هدفنا ان احنا اتفقنا اللي بنقوله يساعد نقرأ الكتاب المقدس ازاي ما يضمنش ان احنا نفهم كل حاجة بس يدينا شوية ايه تصور الدنيا ماشية ازاي ام تأثير ديت امت رعوس رعوس انا خلصنا رعوس ولا لسه رعوس رعوس خلصنا رعوس ولا لسه اه يا جماعة رعوس ياشوق ده رعوس عشان ترتيب الاصفار مش كده وبعدين عزرة نحمية قويس يبقى ما فيش بينهم حاجة قويس ترتيب الاصفار طيب اقولك طب لو جينا مثلا لهوشع هشع بعد متأخر يبقى هشع اكيد بعد عزرة ونحمية صح؟ ها هشع بعد عزرة على فكرة احيانا لما بنعمل الحكاية دي بنعمل ايه؟ نجيب شوية اسماء ونقول نرتبهم عشان نتأكد انه ايه؟ اه الاحداث عزرة هشع بعد عزرة ولا قبل عزرة؟ هشع 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 لا هشع مش يشوع اللي اخبطوا يشوع اللي اخبطوا يشوع هشع نبي هشع من انبياء الصغار ها هشع قبل بس انا انا بحاول اخلط سلبي الترتيب الاصفار لا لا اصبحت انا بان كلنا ممكن نقع فيها دي ترتيب الاصفار مش ترتيب تاريخي بالذات لما نيجي لحتة ايه؟ بعد الاصفار التاريخية هشع هشع من قبل قبل مثلا شععية قبل بعد الانقسام بس بعد المملكة وستير بعضهم بكثير وعزرة بعضهم بكثير فالترتيب الانجيل مش ترتيب تاريخي يا جماعة انا لخبطت لكم الدنيا انا اسف لخبطت لكم الدنيا صح مش كده مجد انا احب مجد ايو انا احب انت اللي بتقول لي اللي حقيقة انا عايز اوصل انه الترتيب الانجيل مش ترتيب تاريخي رعوز انا سألت لكم رعوز تخلصناها ولا ما خلصناش ما خلصناش مش عشان هي ترتبها في الاصفار بعد لكن لان رعوز مين اه مؤابية بس تبقى تبقى فين في تاريخ كانوا هم راجعين من السبي لأ قبل داود رعوز جدة داود هي تجوزت عبيد اللي هو ابو يسه ابي داود وعشان كده اتكلمنا عنها المرة اللي فاتت واضحة استير استير بقى هنتكلم نهارده دي لسه متأخرة قوي ده مش عشان سفرها جيه قبل او جيه بعد سفر رعوز لانه فيه هشع بعد كده جيه قبل رعو قبل استير واضح الفكرة فالترتيب بتاع الاصفار مش ترتيب تاريخي ماشي فالنهارده هنتكلم فين فين استير فين فين زكريا اللي تكلمنا عنه دلوقتي فين زكريا دوت امتى في التاريخ ماشي هنتكلم اولا عن مراحل السبي ومراحل السبي احنا هنا بنتكلم عن مملكة ايه مملكة يهوزة اللي هي مملكة الجنوب اللي هي عاصمتها اللي هي حصل لها السبي امتى خمسمائة ستة وتمانين اللي اللي سبتها مين بابل كويس اوه معلش متدهيوش من اللي ايه تكرار يعلم اللي ايه شطار فالمراحل ايه المراحل احتفقنا انه حصل سبي للمملكة الشمالية وخلصت سبعمائة عشرية قبل الميلاد على قدين اشور وفي الوقت دوت اشور تحتك بمملكة يهوزة كويس فايام الملك حسقية فاكرين القصة بتاعت المية خمسة وتمانين الف وبنا نجح ايه حسقية لانه كان ملك بار قصة مهمة ليه كلمنا عنها المرة الفاتتة تقول لنا انه لم يبقى فيه انسان القائد يبقى قائد روحي يجب البركة للايه لشعبه والقائد لما زي ملك نيناوة مثلا ما نتكلمش عنه ما نعرفش اسمه لكن راجل ايه نجح ايه نجح المدينة اللي كان محكوم عليها بالايه بالانقلاب فحسقية عمل ده متفقنا لما جاء الانسان حريب اه ورح بعت المنشور وقال له لازم تتقانتو مفيش حد وقفه صادي وانت وإلهك مش هيضر يخصادي فعمل ايه خد المنشور وعمل ايه قلنا يا مرة الفاتت حطه قدام ربنا في الهيكل وشغلتي قال له ايه ده بيتكلم عليك انت يا رب ما بيتكلمش علي وعشان كده ربنا يا موت مية خمسة وتمانين ايه مية خمسة وتمانين الف كان زي ما اتفاقنا مرة فاتت انه ايه انه الدنيا ما بتضمش على حال ايه على حال واحد لا بتخلي اللي فوق فوق ولا اللي تحت تحت مش كده فاشور تنتهي وييجي مين اللي يغلبها بابل هنا نلاقي ان الكلام ده سنة ستمائة وتمانية هي من قبلها ابتدت القوة العظمة تنتقل من دايما في قوة عظمة مش كده زي في كل وقت بس اللوقتي ايه امريكا تقريبا لعا الساحة كان في وقت امريكا وروسيا روسيا بتحاول اللوقتي تطلع وهكذا الصين في الصورة يعني ايه نفس القصة ايه فاشور ابتدت تنتهي وطلعت مين بابل لحد ما في ستمائة وتمانية مملكة بابل انهت على مملكة ايه على مملكة ايه اشور وبقت هي القوة الايه العظمة كانت القوة العظمة برضه في وقت دهوة كانت مين قلنا اشور وبابل دول في الشرق ومين في الغرب شوية مصر وكان اسرائيل في النص يهوزة في النص مملكة اليهود كانوا في النص في شوية ينحزل دول وشوية ينحزل دول والمشكلة لما ولاد ربنا ينحزل ايه ينحزل حد ويفتكروا انه ده اللي هيحميهم مش مش يتكلهم علي ايه على ربنا وكان يكون ده غالبا ده هو السبب انهم ايه انهم ينتهوا طبعا لما مثلا ما اليهود ينحزل المصر فلما تيجي بابل تتغلب يحصل ايه تنتقم منها تتعلمها لايه انه يعني ما تنحزوش لايه للأعداء بتوعنا فلالله حصل انه في سنة ستمائة وتمانية بابل بقت هي اقوى حاجة وابتدت توجه الضربات لايه مملكة يهوزة وكان اللي موجود ومعاصر في الوقت ده ارمية النبي ارمية النبي ارمية النبي كانت ايه رسالته ايه الرسالة بتاعة ارمية اللي كان بيقولها للنات يتوبوا ايه ويرجعوا عشان السبب يجي هو في وقت كمان قال لهم اكتر من كده قال لهم ايه القضاء جاية سلموا نفسكم سلموا نفسكم وقبلوا اقبلوا طبعا لما يجي حد يقول لشعب ايه سلموا نفسكم للاعداء يبقى كاينوا ايه خاين ماش كده وبالذاتني في انبياء كذا بدول موجودين في كل وقت اللي هم اللي هاتفة عارفين اللي هاتفة في كل بلد وفي كل حتة كده الناس اللي هم يطلع يقولوا ايه لا سلام سلام ولا سلام ارمية كان يقول كده سلام سلام وايه ولا سلام مفيش سلام هم بيكذبين وطبعا الناس مين لمين للي اسهل ليش كده للي مش بيقول لهم انتو غلطانين قدموا تحت اقبلوا السبي اقبلوا النتيجة بتاعت خطيتكم ما كانوا رفضين الكلام ده ارمية دي كات رسالته النبي الرئيسي لتلك المرحلة اللي سجل نبواته المرحلة الاولى من السبي احنا اتفقنا ستمائة وثمانية بابل خلصت على اشهور وبقت هي اللي اتحكمت في العالم وفي ستمائة وستة قبل الميلاد نبو خز نصر تدخل على مملكة يهوزة وعمل ثلاث حاجات عمل ثلاث ايه حاجات اول حاجة انه خد عدد كبير من الشعب منهم مين دانيال كان دانيال وقتها ايه صغير دانيال هيفضل في القصة لحد لما مملكة بابل دي تخلص ويجي مملكة ايه مملكة فارس اللي بعدها هنتكلم عنه احنا عندنا اشهور دي الايه القوة العظمى بعدها مين احنا دلوقتي لسه في بابل مش كده احنا هنحفظ النهاردة خمس ممالك جمهورة بعض خمس ممالك احنا عارفين محال منهم لحد لوقتي ايه اتنين اشهور وبعدها ايه بابل فاول حاجة عدد لها انه خد سبع عدد كبير من الشعب سنة ستمائة وستة منهم دانيال النبي والثلاث فتي خد اواني الهيكل خد اواني الهيكل الزهبية وابض على يهو يقيم وكان حيزبقي لكن والد نبوخز نصر اتوفى فايه فرجع وده ادى فرصة لايه يهو يقيم بس كان ملك شرير وبرضو ما كانش نهايته ايه كويس في سنة ستمائة وثلاثة اتفقنا انه دانيال ستمائة وستة كان من المسبيين وكان شاب صغير وجاد قصة ايه انه انه الملك عايز ايه يربي ايه شباب يطلعهم انهم يكونوا من الحكماء بتوع بابل وكانت قصة الصوم بتاعت مين بتاعت دانيال وانه دانيال صام ووقف قصاد الملك ولا اكثر حكمة ومن هنا دانيال ايه اه اتعين فسر الاحلام واتعين رئيس شحن رئيس شحن يعني زي بالانجليزي يقولك رولر او او رئيس اداري كبير رئيس كبير بقى رئيس كبير فين في مملكة ايه بابل في مملكة بابل المرحلة التانية المرحلة التانية سنة خمسمية سبعة وتسعين قبل الملاد تاني نبو خز نصر يا ربنا ادى يهو يقيم فرصة مش كده ليه نبو خز نصر حصل ايه المرة اللي فاتت رجي عشان بابا ايه اتوفى يهو يقيم يعمل ايه مش يقول له اشكرك يا رب ان انت نجتنا يعمل ايه يروح ينحزل مين اه طبعا عبادة اوسان كانت موجودة وكمان يعمل ايه ينحزل مين يروح يطمن في حضن مين مصر مش كده بقى شور راحت خلاص فانت عندنا الوقت اللي موجودين حاليا ايه بابل هي كبيرة ومصر يعني بتحاول تقول ان احنا موجودة كويس فيه يقيم يعمل ايه ينحزل مين لمصر شغل سياسي لكن القائد الروحي ايه مش كما قلت فاكرين لما كنا منتكلم حتى عن انتخابات في اي انتخابات والدي او اللي فاتت او اللي جاية احنا لا بنخاف من ايه ولاد ربنا دايما لا اتكالهم على حاكم ولا بيخافوا من ايه من حاكم لا بيخافوا من حاكم شرير ولا اتكالهم على حاكم كويس لكن لكن اتكالنا على مين على ربنا اتكالنا بس على ربنا في يهو يقيم راح انحز رمى اترمى في حضن مصر كتل نتيجة ان ابو خزنصر جيه تاني وايه والمرادي اه اتل يهو يقيم وابض على ابنه وحصل السبي وسبع عشر تلاف خد خيرة الايه الناس اللي في الايه اللي في مملكة يهوزة خيرة الناس يعني الصناع والناس اللي اصحاب المهارة المتعلمين وايه واخدهم واخدهم وطلع بيهم على ايه على مملكة بابل وعين واحد تاني اسمه صدقية ملك علي يهوزة هنا برقنا نلاقي حسقيال النبي يبا احنا اتنا ارمية كان امتى مش كده ارمية كان موجود من قبل السبي واثناء السبي من المعاصرين لايه لموضوع لايه السبي حسقيال بدأ خدمته هو في السبي وكان بيتكلم على نفس كلام ايه نفس كلام ارمية ان هو ايه ان في سبي جاي سلمهم انتم مشيتوا غلط ماشي ولكن في عودة ولكن في ايه وفي عودة المرحلة التالتة انه النت تعلم ما بتتعلمش ما بتعلموش انه اللي ينجي هو ايه هو الرجوع لربنا مش مش الان ان الانسان يدور ازاي يعمل سياسة ويروح يحتمي ببلد تانية لكن يجي تاني المرحلة التالتة يجي برضو نبو خذ نصر ويقتحم ارشاليم ويعندهم يقاومهم لحد لما يدخل نبو خذ نصر والمراضي يبيد المدينة يبيد المدينة ابادة ايه شديدة ويهدم الايه ويهدم الهيكل وياخد الكنوز ويطلع بيها تاني على ايه على على بابل ويسيب بقى في مملكة جوزة ايه الناس بقى الغلابة والبوسطة ويبقى ويبقى دمار يعتبر دمار ايه شامل تحصل بعد كده بعض حركات التمرد في اسرائيل بس ملاش ايمة يعني وكانت بسهولة يتم احباطها يعني في وقت خمسمائة ثلاثة وتمانين يجي واحد اسمه ابو زرادان دوت برضه من بابل والتمرد اللي حاولوا يقوموا به ينهي تماما يبقى احنا اتكلمنا عن ثلاث مراحل للسبية انا قلت المراحل الفاتت بسرعة على الحتة ديت فاحنا عندنا ستمائة وستة خمسمائة سبعة وتسعين خمسمائة ستة وتمانين واتكلمنا ان الانبياء اللي كانوا معصرين للسبية دول مين دول ارمية وحسقيال مين الانبياء الكبار ارمية حسقيال ها اشعية ارمية حسقيال دانيال مش كده ودول النبوات الكبيرة كتبوا كم سفر دول خمسة ليه عشان ارمية ومراسي ارمية اشعية كان بدبي سبعمائة واربعين وتنبأ لمملكة اكتر مملكة اسرائيل اللي خلصت دي ماشي يبقى شعية كان بدري ارمية وحسقيال كان وقت الايه كان وقت السابي ارمية اتنبأ قبل السابي وقال لهم سلموا نفسكم حسقيال اتنبأ وسط الايه اسناء السابي وقالنا كلام زي كلام ايه ارمية دانيال دانيال ايه قال هيتكلم عن الرجوع دانيال برضو ايه دانيال كان من المسبيين كان من المسبيين وقصته تقع في ايه في وقت الايه السابي دانيال عصر السابي كله عصر الرجوع يعني ما ارجعش لكن عصر حتى الرجوع كان موجود لحد ما فارز بقت هي الايه المملكة العظمى او القوة العظمى في وقتها واضح يبقى احنا كده خلصنا احنا بنقول احنا مش حسقيال وهنقر ارمية احنا نبقى فاهمين كله لكن عارفين ايه الرسالة بيقولوا عن ايه لما ايه لا سلام سلام ولا سلام لانه الناس كانوا بيقولوا في ايه سلام وهو الرسالة بتاعته من ربنا انه ايه لأ انتو غلطته اقباله التأديب اقباله التأديب يا با دي ما راح للايه السابي يعود السابي كم سنة سبعين سنة طيب مش سبعين بالزبط وسبعين محسوبة من اين محسوبة من ليه بنتكلم عن تلات مراحل صحيح النهاية كانت سنة خمسمية ستة وتمانين لكن الحساب بتاع السابي يبتدي من اين من ستمائة وستة واضح الفكرة فالسابي يقعد حوالي سبعين سنة تبتدي من ستمائة وستة لحد خمسمية تمانية وتلاتين يحصل ازاي الرجوع برضو لايه الدنيا بتايه بتلف مش كده بابل اللي كانت فوق يحصل لها ايه تنقلب تنتهي على دين مين على دين فارس على دين مملكة ايه فارس السابي في ايه فترة السابي فترة السابي اليهود يعيشهم في في بابل ويحسوا بالحنين وتلاقيهم عشان كده غلابا مثلا مزمورة على نهار بابل هناك جلسنا بكينا عندما تذكر على الصفصاف في وساطها عندما ايه لما قالوا لنا اه 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 صلوا اللي قال لنا تسبيحها من تسبيح ايه صهيون كيف نسبح تسبيح الرب في ارض غريبة كل الكلام ده على ايه على على بابل وتيجي يصير تأدوم اه اذكر يا رب ادوم في يوم قرشنين قالين انقضوا انقضوا حتى الاساس منها لان الادوميين دول واقفهم يتشمتوا في ايه في اليهود والسابي بيحصل لدرجة ان لما كان حد يهرب يجبوه يسلموه فكانهم شمتنين في ايه شمتنين في اليهود السابي اتحدد فيه نبوات قرمية اتكلم عن ايه اتكلم عن ان السابي مدته ايه مدته سبعين ايه سبعين سنة ونلاقي الكلام ده في الشرق هدية الكلام ده موجود عندنا في الورق اللي معانا يجي بعد كده الملوك اقتيبه الشسر دوت بعد نبوخذ نصر ويجي دانيال يتكلم عنه لما لما ظهرت له الكتابة انه كان قاعد يشرب في الايه يشرب في انية الدهب بتاعة الهيكل فربنا يقول له ان مملكتك ايه مملكتك حتنتهي ودانيال يفسر له الكلام دوت وتنتهي مملكة بابل ويجي بعد كده ملك غير صورة خالص اسمه ايه مملك فارسي بقى مملكة ايه فارس مملكة فارس يجي ملك اسمه كورش كويس اسمه مهم قوي وكورش دوت يبتدي هو فارسي فيتغلب على البابليين وتنتهي مملكة بابل الفارسيين كانوا ارحم بكتير عموما في تعاملاتهم من الايه من الاشوريين الاشوريين كانوا اصعب ناس وكان البابليين برضو وحشين جدا لكن الفارسيين كانوا ارحم شوية اولا كان عندهم نوع من التسامح الدين لكن كان فيه خصة كمان لطيفة اوي ليه فارس مملكة فارس بعد كورش دمج سمح بعودة المسبيين يعني هنا هنبتدي يتكلم عن العودة ليه سمح بعودة المسبيين حد يعرف لها قصة اه اليهود قالوا له انت اسمك كورش مش كده طب ايه رأيك لو تضلعناه لك حد كاتب عنك من متين سنة فتلاقيه في اشعية سفر اشعية اسم كورش الفارسي سنة خمسمائة تسعة وتلاتين هل منتكلم لطيف سنة كام اشعية خمسمائة تسعة وتلاتين قبل الميلاد اشعية تنبأ سنة كام سبعمائة واربعين تقريبا فبيقول له بص الكتاب ده مكتوب سنة من متين سنة اسمك موجود اسمك موجود عشان كده ده يخلي يوضح ليه الملك ده تسامح بعقد ايه المسبيين بسهولة صحيح الفارسيين كانوا اطيب من البابليين واطيب من الاشوريين لكن لكن كانت في نبوات قالوا له انت عارف ان ربنا الهنا ادى نبوة الواحد من الانبياء بتوعنا اسمه اشعية اهو اسمك موجود فيه واضحة الفكرة ها معي او مش معي عنه انه في اسمه موجود وانه هيسمح بعودة انه ملك يعني صالح وكده اولا لكن لكن هو لفت نظره فكرة انه ايه انه اسمه موجود انه اسمه موجود من متين سنة انه من متين سنة فلما نتكلم عن العودة هنلاقي تلات اصفار تاريخية تتكلم عن العودة عزرة ونحمية واستير عزرة ونحمية دي دي الاصفار التاريخية انا اتفاعنا اول مرة فكرين لما تكلمنا عن الاصفاره ان الاصفار هنوح ايه? اربع نواع اول نوع اسفار قبل التاريخية الطوراء ماشي? وبعدين الاصفار التاريخية. وبعدين الاصفار الشعرية اللي هي زي المزامير والامثال والجامعة والنشيد. وبعدين الاصفار النبوية اللي هي انباية. اللي هي الانباية الكبار الخمسة. والصغيرين الايه? كام الصغيرين الانباية الصغار كام? اتناشر ايه? اتناشر نبي. وليه صغيرين? عشان نبوتهم صغيرة مش عشان مش في الحاج قدرة او في المقام يعني. ففي تلت اصفار تاريخية اتكلمت عن العودة من السابي. عزرة ونحمية واسطير معهم. بعد الساب بعد العودة من السابي. وتلت اصفار نبوية. اللي هم اخر تلت اصفار. حجاي وزكريا وملاخي. ماشي? يبقى اثناء السابي مين الانباية اللي كانوا بيتكلمهم? حرمية وحسقياف. مش كده? وعشان كده المراسي. المراسي بعد ما شاف السابي ابتدى ايه? يبكي. مش كده? يبكي على الارمية وحسقيال كانوا معاصرين للسابي. بعد السابي يجي ايه? حجاي وزكريا وملاخي. هنتكلم قالوا ايه? وكانوا ايه الرسالة بتاعتهم? كان فيه رسالة مهمة عشان كده. لما نقرأ السفر نفهم ليه هم بيقولوا كده. يعني ما تقرأ مثلا في سفر حجاي يقول لك مجد هذا البيت الاخير يكون اعظم من مجد الاول. ايه بيت الاخير وبيت الاول? ما فيه هيكلة هدب. وفي هيكل جديد حيتبني والناس مش متخيل انه يمكن يتبني تاني هيكل زي هيكل سليمان. واضح الفكرة انا سبقت شوية. بس انا بقول لكم ان فيه انبياء ما بعد السابي. ازاي اقرأ السفر? فاقول دي معناها ايه? دي لها خلفية تاريخية. واضح الفكرة? واضح ما اللي بقول له ارجوك لو في حاجة مش واضحة اقولوا لي. هم? يبقى عندنا تلت اسفار تاريخية وتلت اسفار ايه نبوية. بعد ما تولى كورش قلنا خمسمائة وتلتين هو تغلب على البابليين. وبقى هو اللي بيتحكم في العالم القديم دوت. وبعدها بسنة تقريبا جات اليهود وقالوا له حكاية انه اسمه موجود في سفر اشعية. وعشان كده سمح بالايه? بعودة الايه? بعودة الناسبيين. ديت صورة كانت فيه طرق للكتابة. الكتابة كان ممكن يكتبه على جلود الحيوانات. دي كانت طريقة الكتابة. بعد كده في وقت الاشوريين والبابليين بقت الكتابة على الواح من الطين او الخزف. كان ممكن يكتبه اصفار كاملة على الواح من الخزف. يلوح يئمة اسطوانات بالشكل ده. الاسطوانة دي موجودة في المتحف البريطاني. عليها ايه? عليها قرار كورش. الملك بعودة المسبيين. دي موجودة في المتحف البريطان. هي دي صورتها بالزبط. دي ده ده اللي مكتوب عليها هنا دي كتابة. كل ده ده صور كتابة. ده الملك بيأمر بعودة الايه? بيأمر بعودة المسبيين. يهود انهم يرجعوا تاني لايه? لارضهم. يرجعوا تاني لارضهم. السابية حصل على كم مرحلة? كم مرحلة? على ثلاث مراحل? مش كده? ستمائة وستة خمسمائة سبعة وتسعين وخمسمائة ستة وتمانين. مش كده? العودة لت مراحل برضو. والثلاث مراحل كل مرحلة فيها اسم كبير هو اللي عام هو اللي قادل ايه المرحلة ديت. ماشي? فالعودة اول فوق سنة خمسمائة ثمانية وتلاتين. رجع حوالي خمسين الف واحد غير الاطفال والنساء. ده قيادة واحد اسمه زرو بابل. ده كان من نسل ايه? من نسل الملكي. رجع وهو اللي قادل المسبيين. ورجع اول من رجع ابتدى يعمل ايه? طبعا ارشالين في حالة ايه? في حالة دمار. ماش كده? فابتدى يعمل ايه? يبني. ابتدوا يعمرهم. واهم حاجة عندهم يعمروا ايه? يبني الهيكل. ابتدوا يبنوا في الايه? ابتدوا يبنوا الهيكل وعملوا ما ما الاول حاجة عملوه عملوا بزبح للمحرقة. مزبح بس لانه ما فيش هيكل لسه. مش كده? فعملوا بزبح واحتفلوا هناك بعيد اسمه عيد الايه? المزال. المزال لانه ما كانش عندهم هيكل. فقعدوا في ايه? في مزال يعني. وابتدى هيحط حجر الاساس للهيكل. وابتدى يعلم الشعب التسبيح. وابتدى يحاول يعمل ايه? يعمل نهضر بعد الايه? بعد الرجوع. طبعا تقوم اه 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 دايما فيه قلاقل و و و و و حاجات تعطل. وابتدى تشتكي ان اليهود دول ايه? ال اه بي اه بي اه بي قوم وبي ديقهم. فعشان يوقفوا الايه البناء بتاعه هيكل. وفي نفس الوقت في وقت كورش دوت تحصل قصة ايه? تحصل قصة جب الاسود بتاعت ايه? دانيال. يبقى دانيال يحضر وهو شاب صغير يحضر مين? يحضر نبو خزنصر ويفصر له الاحلام ويحضر قصة بلشاصر ويقول له الكتابة اللي كانت انه وانه حيموت نتيجة انه بيستهين بقانية الهيكل. وبعدين تتقلب الامور ويجي الفارسيين ويبقى هو مع انه ملك كورش كان كويس تاك الناس قالوا ايه? قالوا احنا انت تعمل ما تعمل اه تمثال واللي يعبد بعد غير التمثال يموت. ويترمى ايه دانيال في جب الاسود وتحت قصة جب الاسود في عصر مين? في عصر كورش ماشي? فدانيال عصر ايه? عصر فترة قول له من الزمن. اه بقول كما قلت لكم يحصل انه بعد ما ابتدوا ابنه الهيكل يبتدت ناس شكيه ضد اليهود خلي بالك اليهود دول ناس هم بيعملوا مشاكل ما تخليهمش يبنوا الهيكل بتاعهم ويتوقف بناء الهيكل بعد ما يبتدي يتوقف حوالي مدة اه خمستاشر سنة. كويس? وبعدين ربنا يبعت رسائل تشجيع لزرو بابل يقول له متوقفش البنى. ربنا هي ايه? هيغير قلب الملك. يعدي كم ملك بعد كورش. وييجي ملك تاني اسمو داريوس. وحيسمح بالايه? بالبنى. وهنا تيجي بقى النبوات بتاعت مين? النبوات بتاعت حجاي وزكريا. زي مولت لكم حجاي عشان كده حجاي تلاقوا ايه? النبوة حجاي تبتدي ازاي? تبتدي يقول لهم يعني كويس ليكم انكم قاعدين في بيوتكم المبنية. بتادوا يبنوا بقى خلاص رجعهم. وبتادوا يبنوا بيوت لهم. والبيت ايه? بيت ربنا توقف البنى خلاص ما فيه الامر بالصادر بالتوقف. بس هم اهملوا الموضوع. فحجاي رجي عشان يقول لهم ايه? دخلتم كثيرا. وايه? وحصدتم القليل. تأكلون ولا تشبعون. تلبسون ولا تدفقون. يعني عندكم حاجات بس مش موضوعين بها. ليه? عشان ما فيش بركة. ليه? عشان انتم قاعدين في بيوتكم. وسايبين بيت ربنا ايه? خراب. وقال لهم ما تخافوش. مجد البيت الاخير يكون اعظم من مجد الاول. يعني ايه? يعني اصف فيه ناس كانوا من اللي رجعوا من السابي. شايفوا الهيكل اللي تعزماه. شايفوا هيكل سليمان بمجده كله. فقالوا يعني هتبنوا ايه? ايه الهيكل اللي هتبنوه? ماش ممكن هتبنوا هيكل ييجي حاجة جنب هيكل سليمان. فالجمل الانبياء دول اللي زي زكريا وحجاي قالوا لهم ايه? قالوا ابنه الهيكل. مجد البيت الاخير يكون اعظم من مجد الايه? الاول. ما تخافوش. المجد مش في انه الذهب والفضة. المجد في ايه? في حضور ايه? في حضور ربنا وربنا هيبارك. وعشان كده ربنا سامح انه ايه? يبتدي داريوس دوت سامح تاني انه ايه? الهيكل يبتدي يتبنى. وبدأ الشعب يكمل البنى بتاع الهيكل. وبعد اربعة سنين اه 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 البنى لايهكل ودشنوا الهيكل وعملوا عيد الفصحة في الهيكل. في مسألة البنى دي خدت حوالي اتنين وعشرين سنة. فيهم فتر توقف في النص حوالي ايه? خمستاشر او ستاشر ايه? او ستاشر سنة نص. يجي بعد كده اسمه احشاويرش. احشاويرش ده يفكركم بايه? تيجي خصة استير. استير يهودية ومردخاي واستير تتجوز الملك بتاع ايه? بتاع فارس اللي هو وحشويرش دوت. ويجي همان ويدبر القصة بتاعت ايه? انه يهلك كل الايه? اليهود. فتتحول الموضوع القصة اللي انتم عارفينها. ويتم عيد اسمه عيد الايه? الفريم. عيد الايه? القرعة. انه ازاي الامور اتقلبت على ايه? اتقلبت على اعداء شعب ايه? اعداء شعب ربنا. عشان كده استير تيجي ايه? واضحة الفكرة. فاستير كسفر جت قبل اشعية. لكن اشعية قبل استير بايه? هو شع قبل استير بكتير. زمنيا. لكن ترتيب السفر ترتيب ايه? بعد. ماشي? فاحنا اتكلمنا كده عن حجي وزكريا وملاخ. اتكلمنا عن ارمية وحزقيال ودانيال. مش كده? اشعية قلنا بده بدري. وتكلمنا عن الاصفار التاريخية عزرة وايه? ونحمية واستير. لسه حقيقي الكلام طبعا عزرة ونحمية لسه. احنا قلنا ان اول فوج رجع هو مين? بقيادة مين? زرو بابل. مش كده? وده اللي قام بعمل بناء الهيكل. الفوج التاني يرجع سنة ربق مية سبعة وخمسين ودية اهمني انتم فيه الناس بعض منكم خدوا وراء مكتوب فيه ربق مية خمسة وسبعين. يا ريت نصلح. اه ما احنا صلحنا البعض وفيه البعض ما تصلحش. فالعودة سنة تاني تاني فوج رجع رجع سنة ربعمية سبعة وخمسين. اتأكدوا انها متصلحها في الورق. العودة ربعمية سبعة وخمسين مش ربعمية خمسة وسبعين. الفوج التاني دوت رجع بقيادة عزرة. يبقى احنا اتفقنا ان يهمنا في الرجوع تلات افواج دول يهمنا تلات اسماء. اول فوج رجع بقيادة زروبابل. التاني بقيادة عزرة. عزرة ما بناش بالدرجة الاولى. ما عملش ما قامش ببنى. لكن عمل ايه? ها? عزرة. عزرة كان ده عزرة ده كاتب يهودي. ده كاتب يهودي. عمل ايه? ها? ها? ارى السفر الشريعة قام بالتعليم. عمل تعليم. وكان حصل زيجات مختلطة ما بين اليهود وما بين الايه? ما بين البابليين والشعوب التانية. فوقف ضد دوت. وكان الشعب خلاص نسيوا الشريعة ولغتهم اتغيرت. عارفين زي مثلا ولادنا مش كده? لغتهم اتغيرت مش كده? فما بقولوش عارفين يقرأ. فعزرة كان كاتب. فكان عارف الشريعة كويس. فابتدى يقرأ لهم ويه? ويترجم لهم. للي مش عارفين. وابتدى يعرفهم بالايه بالشريعة. فعزرة العودة بتاعته والعمل بتاعه اه كمل بنا في ارشاليم طبعا هي كانت بنا خلاص. لكن بنا بقيت المدينة. اشتغل في البنا بس اكتر من البنا اشتغل في ايه? في التعليم. في النهضة الايه? في النهضة الروحية. وكتب سفر ايه? كتب السفر بتاعه اللي هو سفر ايه? سفر عزرة. الفوج الثالث. الاسم الثالث اللي هو مين? نحميا. نحميا رجع سمع الاخبار وهو في ارشاليم. كل يسمع اه الهي كانت بنا. ارشاليم بتتبني. المباني بتتبني. لكن الصور. المدينة ملهاش صور. تخيلوا مدينة ملهاش صور. تخيل بيتك كده ملوش لباب ولا شباك. اه في بيت حطان. في حطان موجودة. لكن مفيش امان. مش كده? ايه بيت من غير باب وشباك. مدينة ملهاش صور. لان انتم عارفين زمان كان في حروب. وايه اللي يحمي? هو الايه? اصوار الايه? اصوار المدن. فسمع انه مفيش اصوار. فدخل للمالك اللي هو كان اسمه ارتحشستا دوت سنة ربعمية خمسة واربعين. ودخل وصلى. انتم عارفين القصة ان هو واقف وصلى. ودخل للمالك. وكان شكله ان هو ايه? مكمد الوجه يعني ايه? شكله متداق وده طبعا لحاجة وحشة ان افصاد المالك بالشكل ده. لكن دخل فقال له مالك. قال له انا ازاي ازاي اسمع ان ما تدتي. ما منهدمة وابوابها محروقة بالنار واسوارها منهدمة وابقى مفصوط. قال له طيب خلاص. عايز ايه? عايز مواد عشان اروح ابني. قال له فاعطاني حسب يد اله الصلاحة ايه? علي. مش كده? ورجع وكان في مقاومات. كان في مقاومات. لكن نجح انه يجني السور في اتنين وخمسين. في اتنين وخمسين يوم. فاكريين القصة بتوعة الناس اللي كانوا يقولوله ايه? ده لو طلع حتة اه تعلب على السور هيوقع السور. فهو كان ايه? انه بيعمل عمل ربنا. قال لهم انا عامل عمل عظيم. في ناس يقول لك ايه ده كان متكبر? لا مش تكبر. هو بيعمل عمل عظيم مش عشان هو عظيم. عشان بيشتغل لمين? بيشتغل لربنا. فبيشتغل لربنا العظيم. ازا بيشتغل لربنا العظيم. يبقى بيعمل عمل عظيم فمش ما يضيعش وقته في كلام ايه? في كلام فاضي يعني. وبنى السور برغم المقاومات وبرضه ابتدى يشتغل هو وعزرة في موضوع تعليم الناس وقراية الشريعة والتعليم. هنا يجي بقى اخر الانباية. اخر الانباية اللي هو مين? ملاخي. مش كده? ملاخي? ليه? حتى الاسم ملاخي جاي من كلمة ايه? ملاكي. ليه? هو اللي اتكلم عن الايه? ها انا ارسل امام واكهك ملاكي لزهي طريقك ايه? قدامك. هو اللي قال النبوة بتاعت مين? بتاعت يحن المعمدان وهيجي هي الطريق قدام ربنا. وقال كمان نبوة مهم ايه. اتكلم عن عن ربنا ان هو ايه? شمس البر بالزبط. اتكلم انه الشفاء في اجنحته. انه ايه? انه ايه? انه ايه? اذا يأتي تأتي شمس البر والشفاء في ايه? في اجنحت هديد ده ملاخي. وحصل حاجة اسم يسموها الصمت النبوي. الصمت النبوي يعني ايه? يعني حصل صمت بقى من بعد ملاخي. احنا بنتكلم في حوالي سنة ربعمائة وثلاثين قبل ميلاد. لحد ميلاد ايه? لحد ميلاد المسيح. في اصفار اتكتبت في الفترة ديت. وفي احداث هنتكلم عنها دلوقتي. لكن دي الاصفار القانونية التانية اللي هي. الاحداث اساسا سفر الايه? السفرين التاريخيين الاسين هم سفرين ايه? المكابيين زي ما هيجي الكلام. يبقى العودة خمسمية ثمانية ثلاثين ربعمائة سبعة وخمسين ربعمائة خمسة واربعين. تاريخ ده برضو يريت نسلاحه في الجدول اللي معانا في الورقة. يبقى زروا بابل وبعدين عزرة محمية. تقيل الكلام? ها? اول واحد انهون. زروا بابل? لا صحيح. هل فيه حاجة مش واضحة او في حاجة بيحتاجة ان نعدها? طمنوني قولي لي حاجة قولي لي لا هذا صعب قوي. قولوا لي اه لا هذا سهل ومن كله واضح. قولي اي حاجة. طب احنا معانا الورقة. عشان كده احنا معانا الورقة. ما هو مش مطلوب احنا. يا ريتنا نطلع بشوية حاجات. نفتكر بس. الاصفار امتى? ارمية وقالوا ايه? دي اهمت دي اللي تهمنا. اقول لكم على حاجة ضريفة. نص ثلاثة ربعة اللي بتسمعوها تنسوه. بس افتكروا ايه? افتكروا الاصفار مسلا اتكتبت امتى? مش لازم التوريخ. ما هيمنيش تاريخ. اهمني بس انه ارمية كان بيقول ايه? حزيال كان امتى وبيقول ايه? دانيال عاش امتى? يهمنا نعرف مسلا انه اشهور جات بعديها? فارس. مش كده? دي دي تهمنا. مش كده? وبالمناسبة دانيال اتكلم عن ديت. فاكرين الرؤية اللي شافها الملك? مش كده حلم? بتاع الايه? التمثال اللي كان فيه متقسم? دي كانت هي الممالك يعني. فيهمنا نفتكر الحاجات دي. وفي نفس الوقت الورقة معنا. ماشي? اسألة? نكمل? طيب. نيجي بعد كده بقى العصر اللي بعد كده? العصر اليوناني الروماني. مش كده? دايما يكلمون يوناني الروماني. مش كده? نتحف اليوناني الروماني. لانه دول المملكتين اللي جون بعد كده. يبقى احنا اتفقنا عن قلنا اشور? بابل? فارس? يونان رومان. يونان وبعدين الرومان. مين اللي قادر اليونان? يونان? مين اللي عمل اليونان? اسكندر الاكبر طبعا. مش كده? سنة ده في عشر سنين? هو هو كان قائد وكان شاب صغير اعتقد انه عشرين سنة من كل اقل كمان. ومات عنده ثلاثين سنة. وغزى العالم كله. غزى العالم كله. وكان اسس المملكة. او اليونانية او الامبراطورية اليونانية. اللي كان فيها الثقافة. اللي اتكتبت فضلة اللغة اليونانية. يعني الرومان جمب. وفضلة لغة الثقافة هي ايه? هي اليونانية. عاملة زيت اللغة تخيلوا تخيلوا يعني لو الصين تقول دولة في العالم. ها? كويس? بس الكتب المكتوبة دلوقتي بالايه? العلم مكتوب بايه? بالانجليزي. مش كده? اي حد بيكتب رسالة علمية بيكتبها بايه? في حتة. في اي حتة الانجليزي. ده اللي حصل. لان اللغة الثقافة بقت هي لغة الايه? هي اللغة اليونانية. عشان كده الانجيل بعد الكتب كتب بايه? معينه في عصر الرومان. لكن الانجيلي كتب بالايه? اللغة اليونانية. فكتل المملكة الاسكندر الاكبر اتغلب على الفرس سنة تلتمية واحد تلاتين. المملكة يهوزة بقت ولاية يونانية. بقت تحت حكم الايه? بقت تحت حكم اليونان. وبعد ما مات هو مات ما كانش يعني عنده ولاد ولا حاجة. فكان عنده اربع قواد. اتقسمت المملكة بتاعته الامبراطورية على الاربع ايه? قوات دول. واحد منهم واحد منهم في آآ اسمه انتيوخوس. انتيوخوس. انتيوخوس دوت هو اللي خد الجزء اللي فيه مين? مملكة ايه? مملكة يهوزة. اللي خد مملكة يهوزة. وكان اسمه السلوقي. السلوقي من منطقة سلوقية. كويس? الهم اللي اتحكموا بعد كده في منطقة في مملكة ايه? في مملكة يهوزة. حصلت كتير من الاحداث. لحد ما جاي واحد اسمه انتيوخوس برضو من المنافس العيلة. اسمه انتيوخوس ابيفانيوس. دخل الهيكل ودنسه. ودبح عليه خنزير. تعارفين احساس اليهود دي يشوف الخنزير يدخل لحد لايه? لحد الهيكل. مش كده? طبعا يعني معانا انه هو هنهم اقصى اهانة. يعني يعني اه يعني حب يجرح مشاعرهم الابعد مدى. فالكلام ده سنة مية تسعة مية تسعة وستين قبل الميلاد. فجت ثورة. ثورة اسمها ثورة المكابيين يقضها واحد اسمه يهوزة المكابي. كلام ده في سفر الايه? المكابيين. سفرين المكابيين اول وتاني. السفر القانونية الايه? التاني. اه وعمل اه ثورة يهوزة المكابي ده كان كاهن. وبعدين عمل انتصار مؤقت طهر الهيكل. وعمل عيد اسمه عيد التجديد. فكرين المسيح احتفل بعيد الايه? عيد التجديد. عيد متأخر. جاه في ايام ايه? ايام المكابيين. ماشي? ويجي اخوه يأسس مملكة الاسرة المكابية والحكم المكابي. ويبقى الهنا. احنا اتفقنا قبل كده مين التلات شخصيات اللي كانوا بيتحكمهم في المملكة? مين اهم شخصيات. الملك والكاهن والنبي. مش كده? هنا هنا الكاهن بقى هو الايه? بقى هو الملك. حصل حصل اه تزاوج ما بين الايه? ما بين الشخصية الملك والحكم المدني. ولحد ما جيه الرومان واستولوا على ارشاليم سنة تلاتة وستين. لحد بعدها جيه هيرودوس. وبعدين يجي لايه? المسيح في عهد اسرة ايه? في عهد اسرة هيرودوس حوالي سنة اربعة قبل الميلاد. يبقى ديت القصة لحد ما يجي لايه? لحد ما جيه المسيح. ماشي? يبقى دي القصة لحد ما يجي المسيح. والاسفار اللي اتكتبت في خلال الفترات دي. انا عارف انه الكلام شوية تقيل. بزين بقول اللي يهمنا ايه يعنينا ان اصفار كتبت امتى? ايه الرسالة العامة? ايه الاحداث التاريخية الكبيرة? ايه التغيرات بتاعة الملوك او الممالك في الوقت دوت من من اشوريين لبابليين لفارسيين ليونان للرومان. اه انا خلصت خلصت بدري. تسعة لتلت يعني اه ابشره يعني. اه اسئلة ملاحظات. انا شكلكم قلقني. حقيقة. ايه? لا انا مش دعليم من الخلق انا انا بس على خمل ماشي من الانطباعات يعني بس. لا واضح الكلام ولا اي ايه يا اسفاضل ايه? تلت حاجات. طب خد المايك بقى عشان تقول لنا تلت حاجات. وفيه صفر من الاسفار القانونية التانية اسمو توبيا. اه. برضو عن رجوع الساب بعد سبعين سنة. دانيال برضو ربنا كشاف له المسيح هيجي امتى? اه مسيح هيجي من فكرة السبعين مزبوط. كوراج برضو كان بيحب دانيال حتى لما ترمى في السجن. لما ترمى في الجبة ازا. في الجب. اه. ما نمشي بالليل وراح في حيات والراح الصفح يقول له الله كقدر ينجيك ولا لا? وعشان كده تقولنا ان هو كانت بسبب الوشيات بتاعة الناس وفي نفس الوقت كلمته ما يدرش يرجع فيها. اه. ولكن قال له الهك الذي يتعبده دايما ان هو ينجيك. فهذا ممكن برضو ممكن من ضمن الاسباب اللي هي خلت ان كوراج برضو يرجع. يرجع المسبيين. اه. هل احنا متأكدين ان دي حصلت قبل القرار العودة? مش متأكدين من ديت. يعني لكن هو قتالي اقوى سبب فكرة انه لقى اسمه في سفر اشعية من متين سنة. هم? ملاحظات اولا سئلته ايوه عفافة. عفافة بعضين دكتور رؤو. اه. 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 اما الاوقات بتاعتها كتير منهم في حاجات في وقت السابق في حاجات كتير منهم بعد السابق. اسطير مثلا ده ده دي اجزاء تتمت اسطير. يعني ديت خم يعني تتمت اسطير دي عبارة عن خمس اجزاء جوه السفر. يعني منها مسلا الصلوة اللي سلتها قبل ما تدخل للمالك. دي مش موجودة في في الجزء اللي معنا. هم? ايوه 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 رجوع الاصباط. اه. الاتنين اللي رجعوا. اه. اه. بتفضل. اه. يهوه وفن امين. يهوه وفن العشرة البقية. اه. احنا اتفقنا انه في بعض ممثلين من الاصباط. قعدوا في مملكة يهوه. يعني. الجزء الكبير من العشر اصباط رحوا في المملكة بتاعة اسرائيل. لكن في ناس مخلصين. ضمرهم ما سمح لهمش يعودوا يعبدوا لايه? العجلين اللي عملهم ياربعام. وحسوا انه المملكة اسرائيل انحرفت. فراحوا انضموا لايه? ليهوهزم الاول وعاشهم مع ايه? ففي ممثلين للاصباط يعني. ولو ان طبعا التواريخ والسجلات الحاجات دي اختفت يعني مع يعني. في نبوات في العادة القديم بتقول انها هيجمع من في اسرائيل كلهم. دي بقى دية النبوة دي على مين اسرائيل? على اسرائيل الجديد. اسرائيل الجديد اللي هي مين? احنا. مش 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 بولوس الرسول قال انه مش مش اسرائيلي في رمية اتنين. قال ليس اليهودي في بالختان هو اليهودي ولا الختان الجسد هو الختان لكن اليهودي في الخفاء هو اليهودي. فاسرائيل الجديد بقى ايه? يعني احنا حتى في مصر. دي من الحاجات اللي مثلا كتير او المسيحيين يتهموا بيها ان هم هم تابع اسرائيل. مش عشان عشان احنا عندنا العهد لديم. فان لهم احنا احنا اه صحيح جزء من انجلنا او كتابنا المقدس هو الكتاب بتاع اليهود لكن احنا مش انتمقنا اللي احنا احنا اسرائيل الجديد. الشعب الله الايه? المختار مش عشان هو من ناس ابراهيم بالجسد. مش عشان احنا اولاد اسحاء. لك احنا احنا اولاد الايه? الامان. احنا بننتسب لابراهيم بالامان. مش بان احنا اولاد اسحاء او اولاد اسماعيل. واضحة الفكرة? ففكرة اسرائيل بقت فكرة ايه? بقت فكرة الشعب اللي اللي ينقل الخلاص. هم? واضحة ولا? احنا ما كناش منفيين ابل كده. لا منفيين. لا منفيين. خطيئة. فده المفهوم الروحي. عشان كده احنا احنا اسرائيل الجديد. مفهوم اسرائيل. ما بقاش شعب بالجسد. ما ده ده الصراع بتاع التهود. رمية وغلطية والانه لأ. احنا احنا يعني اقول لك. خد مثلا رمية اربعة. احنا تقالي كنا نتكلم مرة في رمية. رمية اربعة مثلا ده ايه? انه عايز يزبط ابراهيم ابن لجميعنا. مش بتاع اليهود بس. واخد بالك. فبقى مفهوم ابراهيم مش ابو اسحاء اللي منه نسل معين. بقى ده اللي منه جاي منه المسيح للعالم كله عشان اسرائيل يبقى ايه? يبقى الجسد المسيح الكرمة الجديدة. برضو رمية احضاشر يكلم عن الفكرة دي. فكرة ان احنا طعمنا في الايه? في الكرمة. او. زنب ايه اليهودي دلوقتي او اللي قبل كده. ان هو يرى النبوات دي. ويتوقع ان فيه شيء هيحصل له. يعني فيه هيرجع رجوع هيرجعه. لا مش فاهم سؤالك. يعني دلوقتي انا دلوقتي كانسان مسيحي. لم اقرأ النبوات دي. وحاول اقول ان دي نبوات تتطبع على الكنيسة مسلا. اه. لكن زنب اليهودي ايه? اللي هو ما دخلش الكنيسة ما يعرفش الكنيسة. الحقيقة. لكن بيرى النبواته واضحة. الحقيقة زنبه اكبر. ايه? ده كان اول واحد اول واحد انه يؤمن بالمسيح لانه نبوات واضحة. انا اصلي دلوقتي. انا دلوقتي ازاي ربنا بقى يحاسب كل واحد ما عرفته ازاي دي بقى ما عناش اجابة عنها يعني واخد بالها. لكن القادة بتوع اليهود. دول طبعا اعتقد انه ربنا يحاسبهم جدا لانه هم كان اكتر ناس عندهم ايه? عندما كانوا مبصرين ولا يبصرون وسامعين ولا يسمعون. اكتر نبوة على فكرة استشهد بيها العد الجديد هي دي. اتقالها دي مجان عشر مرات حداشر مرة. انهم مبصرين لا يبصرون وسامعين لا يسمعون. وان قلب هذا الشعب قد غلز. واخد بالها. فاسرائيل مفهوم اسرائيل تغير بقى مفهوم اسرائيل بقى ايه? بقى شعب الله المختار. اللي امن بالمسيح وبقى ولاد ابراهيم بالايمان مش عشان لهم ولاد اسحاء ولا هم ولاد اسماعيل. ماشي? اه اتفضل دكتور راوف كان معي تقول الحالي. اتفضل. اتفضل. البلاد الكبيرة اللي اتكلمنا عليها السابي دولة اللي هم اشور وبابل. اه. وفارس. ايه وضعهم في البلاد دلوقتي? مين البلاد دي? وعلاقتهم بالبلاد الكبيرة بتاعتهم? فين نواة بالنسبة? فين العراق? فين اه ايران? هل هل هم اشور واشور وانتو عارفين ان العراق وايران هم متخمين لبعض? اعبابل واشور كان هي المنطقة للعراق وايران. وطبعا الحدود بتتغير مع الوقت دايما يحصل ايه? زي مثلا كان في بلد اسمها اه 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 اشيكو سلوفاكي. دلوقتي ايه ايه? اشيكو سلوفانيا مش كده? او او سلوفاكي. فاالدي هم كانوا في المنطقة ديت. وكان التنازع دايما في المنطقة دي. والحضارة كانت في المنطقة دي. فدي منطقة اشور وبابل. اشور كت اكتر في النورث وابابل كتت اكتر في الجنوب لكن برضو الحدود كانت دايما بتتغير يعني يعني في الاخر ما تقدرش تقول دي كانت حدود هنا دي حدود هنا لانه مع الوقت يحصل دايما حركة في في الحدود لكن لكن المنطقة دي كانت فيها اشور وبابل كانت منطقة العراق وقراء ما بين النهرين يعني يسموها المنزوفتامية ما بين النهرين طيب علاقة يونان يونان النبي في 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 التاريخ ده كان موضوعه ايه في التاريخ ده عشان نتكلم على نينوة بابل نينوة انتهت سنة ستمائة واثناشر قبل الميلاد ستمائة واثناشر احنا احنا بندينا لما نبص على القصة بتاعتنا بندينا من ستمائة وثمانية هنا هوا ستمائة وثمانية انتهت مملكة اشور ما اتفقنا بس نينوة كانت هي عاصمة اشور سقطت من قبل كده ستمائة واثناشر. لكن الاشور ما كانتش كل مدنها سقطت. قدروا يعني يناوى يتخيل مثلا ايه? مدينة العاصمة بتاعت بلد. تقع في ادين الاعداء. لكن لسه بقيت الايه? الاعداء. صحيح معناها انه انه حدث كبير حصل. لكن لسه ما خلصتش خالص. خلصت خلص ستمائة وتمانية. كويس? فنينوى كانت هي العاصمة بتاعت ايه? بتاعت اشور. ارسالية يونان لنينوى كانت قبل كده قبل ستمائة واثناشر. بالزبط مش ما ما مش سبعمية وايه تمنمية وايه اه في الحدود ديت. اه? هو عشان يونان مذكور في وقت يا ربعام التاني. عشان يونان لان يونان مذكور في سفر الملوك في عهد يا ربعام التاني. فلكن هم كانوا اشرار وربنا بعط لهم يونان قبلوا الرسالة وتابوا وربنا صفح عنهم. لكن رجعوا تاني بعد كده لشرارهم وعشان كده انتهت المدينة سنة ستمائة واثناشر ايه? قبل الميلاد. ستمائة واثناشر قبل الميلاد. عشان كده ديتلاقي فيها في سفر ميخ. سفر ميخ هيتنبأ عن عن هلاكني نوا بقى. يبقى يونان. بس دي توري انه ربنا مستعد يقبل. حتى الامميين اذا تابوا. ولما بيقضهم انتهوا انتهوا. ففي يونان عن هلاء عن عن جيرح برسالة ان نواة حتنتهي. لكن تابهم وربنا صفح عنهم. ولكن بعد كده هلكم وكان فيه نبوة عن دوت من ميخ النبي. آسف. انا لما بصينا نظرة شاملة على التاريخ فأنا بحسيت أن يدى الله تحرك التاريخ هل نقدر نقول الحرية ويدى الله التي تحرك التاريخ هل بينهم يعني إزاي أقول أننا أحرار 100% ويدى الله تحرك الأمور أقول لك هي ماشية مع سؤال دايما نسأله طب ربنا عنده ناس ناس ما بيختار فيه ناس بتتقبل وناس ما بتقبلش ليه هل ربنا بيختار ماشية مع السؤال ده مش كده ده برضو سؤال التاني اللي في يحن لما بيقول إن الآب يكتذب ليه كويس عايز ألم عايز ألم أنا حكتب هنا حد يقرد هذا اليسر أنت ماجد اعرهت لنا مويك ماذا هذا الكل مدعو هنا لالتمتع بحديقة بحديقة الملك فتخيلوا كده ان فيه جنينة جميلة متعلق عليها الاليفطة دي بتقول الكل مدعو هنا للتمتع بحديقة الملك خلاص ده باب على الباب كويس طب تعالى ما يجد بعد إذنك مالش فماجد جه دخل من الباب لقى ايه ورا على الاليفطة من ورا هنا يوجد المختارون هنا يوجد ايه المختارون يعني ايه مش عارف دي مشي مع سؤالك ولا لا عايز اقول ايه ان الكل مدعو ايد ربنا هدفها ايه بتتدخل ازاي عايز الكل ييجي كويس لكن مين اذا فيه حد قبل التاريخ بيقول ايه ان فيه ناس قبلت فدخلت فلقيت انها ايه انه بقت مختارة طيب واللي مقبلش فضل بر هل المختارون بقوا مختارون عشان حد قالوا انت لا انت مجيش لا كل كان مدعو اللي دخل بقى هو الايه بقى هو المختار ده حكاية التاريخ الانجيل كله على فكرة جدا الانجيل كله هو حكاية تقولي انه ربنا عايز الكل اللي قبل اممي عشان كده قصة يونان قصة مهم قوي وهم نفسهم اللي هلكوا بعد كده فيهود امم اللي قبل يدخل ويبقى اسرائيل عادل مش اسرائيل الجديد اسرائيل الجديد واضح الفكرة اه يعني قوصت اننا تخاف عن موضوعنا فيها ردان وردان اه اه يكتذب اه يكتذب للي بيقابل يقبل اللي بيقبل الدعوة اللي بيتجاوب ربنا ياخده من ايوه لكن اللي مش عايز خلاص لا يخضر احد يأتي اليه ان لم يكتذبوا الاب يعني القاب يكتذبوا في الاسرائيل ما هو فيش اية ما هو الانجيل ما دي النقطة احنا بناخدش الانجيل ما بناخدش بناخده على ايه انا اتكلمت على الحتة دي برضو في الاول لما اتكلمنا كيف نقرأ الكتاب مقدس قلت ان الانجيل بيتخد على ايه على بعضه مهم اول فكرة دي مش بس عشان الايمان يبقى مظبوط لانه الانجيل حكاية كاملة مقدرش فاكرين لما قلتلكم تخيل لو قلتلكم ايه وخرجنا الساعة كذا بتكلم عن مين دي حكاية من النص لان كده الحكاية ده انتخد على بعضها فالحكاية على بعضها انه ربنا بيتدخل في التاريخ بهدف انه بهدف الخلاص اللي عايز يقدمه لكل حد لكن التاريخ بيقول ان في ناس قبلت فنالته وفي ناس رفضت وكان مصرها الهلاك دي حكاية الانجيل فاكرين في سفر التسنية التسنية يعني ايه تسنية نعيد تاني تسنية لما حبي يقول لهم تاني في الاخر الجيف عشان يقول لهم القلاصة قل لهم ايه قد جعلت امامك ايه طريق حياة لحياة وطريق موت لموت فاختار الحياة لتحية ده حكاية الانجيل كلها انه ادي الطريقة هوا في طريق للحياة وفي طريق للموت اختار مش كده حكاية يجتز به القاب يعني ايه يعني في حد بيقولها رب انا ما عارف بالزبط عاملة زي ايه فاكرين كما انت فيها اعتقد دراسة السنة اللي فاتت لما الشخص اللي كان ابنه عند عليه روح شرير فقال له ان استطعت ان تفعل شيء في ايه فخلص ابني فقال له ان كنت تؤمن كل شيء مستطع على المؤمن فقال له اؤمن يا سيد فقعن عدم ايماني منين اؤمن ومنين عدم ايماني يعني انا عندي ايمان على قده بس انت بقى اللي زد زد ايماننا زي ما التلاميذ قالوا له زد ايماننا يا رب زد ايماننا ففيه عطية لكن من له يعطى ويزاد اللي عنده استعداد ياخد تاني اللي ما عندهش استعداد خلاص ماشي واضحة الفكرة الارض الاراضي انواع مش كده حكاية الارض الجيدة والارض الشوك والارض المحجرة والطريق ده مش معناه انه في نوعه كده ومالوش حل خلاص في واحد ارض وحشة هي وحشة وارض حلوة حلوة لا ممكن اتغير من ده المثل متقل عشان ايه عشان يقول لي يلا قل لي لو لو انت محتاج سماد انا سمد شو هتقال انه اضع زبلا واتركها هذه السنة ايضا فربنا عنده استعداد دي دي بس لو الانسان بيقول له تعالى يا رب خش في حياتي لكن في حد يقول له يا رب مش عايزك عشان كده يقول له الالحاد ايه الالحاد مش انكار وجود الله الانحاد رفض وجود الله الالحاد مش انكار لوجوده قد ما رفض وجوده ايو شاول شاول اللي بقى بولس لا وشاول التاني شاول كان كويس قوي وكان متضع وقال له اردان غلبان شاول الملك كان غلبان وقال له انا كان بادي كويس خالص بس بعد كده صورتي ازاي قتل شاول الوف الوف وداود ربواته يده للعيل دوت الربوات وانا الوف متخيل المخ بقى ايه ولم راح اتأخر السمويل علشان يقدم الزبيح وقال له كده منظرية قدام الناس يبقى ايه واضح الفكرة فشاول الملك وشاول الترصوسي رقم اربعين اربعين بالذات هو اربعين اشارة للتمام للكمال هو رقم كمال برضو يعني مثلا اول اربعين ايه على فكرة لا فيه اربعين اولا الطفان اربعين بتاعت اربعين يوم اللي هما فضل الايه الطفان كمال الايه الدينون فاربعين رقم ايه يشير للكمال اه ليه بقى اشمعنا اربعين اه مش عارف مش عارف بالضبط الحقيقي ايه ايه اربع اركان الارض اتضاف ممكن ممكن اوه هذا تأمل يعني حظة تأمل لكن هل ليه ليه بالذات الرقم ده ما ما انت ممكن تاخد هم لكن هذه كلها تأمولات في الرقم يعني مش اللي هو تقدر تقول ده السبب يعني أخذ بالك لكن ليه بالضبط يعني طب رأس هنخش بوضياته هو اللي بتقوله جرمين ايه عشان قالوا ليه ليه السبي حصل سبعين سنة لأن كان ربنا يقول لهم أنه أنه السنة السبعة دي سنة يوبيل سنة راحة تتدي العبد بتاعك تدي راحة للأرض وتدي والعبد بتاعك تطلقه فرفضوا الكلام دوت فمن ساعة ما ربنا ادالهم الشريعة ديت لحد ما السب يجي السبعين سنة اللي تسبوها دي هي عدد السنين اللي هم السنة السنوات اليوبيل اللي هم أهملوها واضحة عايز يقول أنه ربنا مش بينسى لإيه الأعمال الإنسان مش بينسى أعمال الإنسان الكويسة أو أو الوحشة لكن ليه همنا في الآخر عشان برضو الأسئلة كان في كذا حاجة ليهمنا أنه أنه ربنا بيتدخل في التاريخ لأجل الخلاص هدفه خلاص الكل لكن إذا الإنسان تجاوب ينال الخلاص الإنسان رفض هو اللي حكم على إيه على نفسه الدعوة للكل اللي دخل هم بقوا لإيه المخترية واضحة الفكرة المثل داي سهل الموضوع يعني أعتقد أنه يعني هل يمكن تفتكروه ده مش كده تفتكروها ديت طيب كويس طيب تفضلنا تسعى بالضبط باسم الآب والإبن الروح القدس الإلهي لوحد أمين إلهنا الصالح نشكرك يا رب يا من يا ربي تضبط كل شيء ضابط التاريخ وضابط الكل ولكنك يا ربي ولكنك يا ربي صانع الخيرات أنت يا ربي الذي لا تعمل إلا كل خير يا ربي وبالأخص لأولادك لأنك محب للبشر ما شئتك يا ربي أن الجميع يحلصون لما عرفت الحق يقبلون ولكن يا ربي ليس الجميع يقبل ولكن الذين قبلوك أخذوا سلطان أخذوا سلطان أنهم يكونوا مولودين ليس من مشيئة جسد ولكن مشيئة رجل لكن منك أنت يا رب دينا يا ربي أننا نثبت في دعوتنا ما نكتفيش أننا نقول أننا نتعمدنا وأننا أولادك لكن يا ربي نسلك كأولاد بجد ونشوف يا ربي اتعلمنا إيه من الدنيا ونقول لا إحنا ما بنتعلمش من الدنيا بنتعلم منك أنت إحنا يا ربي بنلبي دعوتك لنا أننا نتمتع بمجدك الملكوت لا يفنى ولا يتدنى سلط محل الميراث لا يفنى ولا يتدنى سلط محل محفوظ لنا في السماعات الدين يا ربي أننا نلب دعوتك وأننا نخدمك وندور على الناس يا ربي البعيدين ونقول لهم تعالوا زوقوا وننظروا معطي بالرب يا ربي ما تسمحش أن يكون معرفتنا بالإنجيل قصص ونظريات وتاريخ وآيات وأفكار ولكن يا ربي حياة وخدمة ندعو بيها يا ربي الكل وندعو الكل للتمتع يا ربي بحضرتك والتمتع بوجودك يا ربي في حياتنا بارك يا رب علينا وبارك يا ربي كل الحاضرين شفاعته من العذرة الطهرة مريم باركة صلوات طلوات مري مرقص مري جيركس مري مينة كل مصاف للدسين قبلنا إليك أن دعونا تعوك بالشكر القالين أباينا الذي في السماعات يتقدس اسم يأتي ملكوتك تكن مشياتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم كما نغفر لكن القيام من الشريف بالمسيح يسوع ربي لأن لك الملك والمجد أهم محبة الله لأبن أعمل لإبن رحية شركة مهيب تعطيت روح قدس كما جمعي كمدوا بسلام السلام ربي